اهلا بكم معي بدرس جديد من دروس تعليم الكوريشان نوي. في درسنا النهاردة هشرح معاكم طريقة عمل وحدة مربعة لعمل مفرش صفرة بالتشبيه. هشرح معاكم طريقة عمل الوحدة وكمان هشرح معاكم طريقة تشبيك الوحدات مع بعضها. احنا ممكن نشبك الوحدات بشكل المفرش المحطوط في الصورة. وممكن نشبكه جنب بعضي مربعات بحيس ان احنا نعمل مفرش صفرة مستطيل كبير. هنبدأ المفرش. انا استخدمت خيط النول الفرنساوي زي ما انتم شايفين خيطة جميلة وجديدة. واستخدمت معاها ابرة رقم تلاتة سنتين. بسم الله. هعمل مجموعة من السلاسل مكونة من تمن سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. هقفلهم بمنزلقة في اول سلسلة انا اشتغلت فيها. بالشكل ده. همسك طرف الخيط معايا عشان انا مش عايزة يبين في المفرش. هجيبه تحت الشغل كده. هرتفع تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. اللي هي التفاعل عمود بلفة. هشتغل كمان تلاتة عمود بلفة. ادي واحد. اتنين عمود بلفة. تلاتة. يبقى كده معايا اربعة عمود بلفة واعتبرت ان التلات سلاسل اللي اتنين. تلاتة. اربعة. تاني تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة بحيث ان انا عايزة اجمع او واكون اربع مجموعات مكونة من اربعة عمود بلفة وتلاتة سلاسل. كمان مجموعة مكونة من اربعة عمود بلفة ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. تاني تلاتة سلسلة. وهنعمل اخر مجموعة مكونة من اربعة عمود بلفة ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. بالشك تبقى اتكون معانا الاربع مجموعات زي ما احنا شايفين. المفروض ان انا هقفل المسافة دي. بقى هعمل كمان تلات سلاسل الاخيرة. واحد اتنين تلاتة. وهقفل بمنزلقة في اول سلسلة او اخر سلسلة انا ارتفعت بيها. اول سلسلة قدامي على طول اهي. من نفس المكان اللي انا واقف فيه زي ما انتم شايفين. هرتفع تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. مفروض ان انا بدأت السطر الاول. عدد الاعمدة اللي انا اشتغلت بيها. في كل مجموعة كان اربعة عمود بلفة. هبدأ ازود زي ما انتم شايفين المفرش. ان احنا في السطر التاني بنبدأ نزود في كل فراغ من الفراغات اللي عندنا منزود اه اتنين عمود بلفة في الاول واتنين عمود بلفة في الاخر. بحيث ان احنا بنزود اربعة عمود بلفة. يعني بعد ما كان عندنا في السطر الاول اربعة عمود بلفة في السطر التاني هبقى عندنا تمانية عمود بلفة. هنشوف هنعملهم ازاي? احنا دلوقتي ارتفعنا التلات سلاسل هعتبرها اول عمود بلفة معايا. وهشتغل تاني واحد على طول مباشرة قدامي. هشتغل فوق كل عمود بلفة عمود بلفة. اتنين. واللي بعده. تلاتة. اربعة. والفراغ هشتغل في اتنين عمود بلفة. ادي واحد. اتنين. وتاني في نفس الفراغ في نفس الكورنر. هعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. وهدخل تاني اعمل للمجموعة التانية هزود عليها كمان اتنين في الاول واتنين في الاخر. يعني هزود في نفس الكورنر دوت اتنين عمود بلفة. ادي واحد. اتنين. يعني احنا اشتغلنا فوق كل عمود بلفة عمود بلفة ولما جينا للكورنر اشتغلنا اربعة عمود بلفة ما بينهم تلات سلاسل. يعني اتنين عمود بلفة وتلات سلاسل واتنين عمود بلفة. وهنكمل فوق الاعمدة فوق كل عمود بلفة عمود بلفة. ادي واحد اتنين تلاتة. اربعة خمسة ستة وهنا وصلنا للكورنل اللي بعده هشتغل في اتنين يبقى سبعة تمانية زي ما احنا شايفين اهو احنا كده في المجموعة دي احنا لسه هنكمل المجموع زي اللي انزي بداية السطر وما قدناش بدقين من بداية الكورنر. لكن هنا في المجموعة دي وصلنا بقيا تمنى. يعني في سطر الاول كنا اربعة عمود بلفة في السطر اللي بعده علينا. بقيا زودنا تنين في البداية. وتنين في النهاية بقيا تمانية عمود بلفة. اكمل. احنا اتفقنا ان احنا في كل كورنر هنشتغل اتنين عمود بلفة وما بينهم تلات سلاسل. ونشتغل تاني اتنين عمود بلفة. ادي واحد اتنين. وهنبدأ نكمل المجموعة اللي بعدها. تلاتة. اربعة فوق كل عمود بلفة. عمود بلفة. خمسة. ستة. وصلنا للكورنر هنعمل سبعة. ادي واحد. تمانية رقم اتنين اللي زودناها. وتلات سلاسل. وفي نفس الكورنر تاني هنزود اتنين للمجموعة اللي بعدها. ادي واحد. اتنين. وزي ما احنا شايفين هي الحكاية مجرد عدد من الاعمدة. لكن مغيرناش الغرض. تلاتة. نمشي فوق الاعمدة. كل عمود بلفة فوق منه عمود بلفة. واحد اتنين تلاتة الاربعة ودايما نعد عشان ما نلغبطش العدد. خمسة ستة سبعة تمانية. واتفقنا ان السبعة والتمنة بتكون داخل الكورنر. عايزين نكمل المجموعة اللي احنا كنا بدأنا بيها. احنا كده خلاص في الكورنر. هنعمل تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. وهدخل في نفس الكورنر هعمل اتنين عمود بلفة. واحد اتنين. في الشكل دوت انا وصلت لاول عمود انا ارتفعت بيه اللي هي التلات سلسل واحنا اتفقنا انها هنعتبرهم عمود بلفة. هقفل في تلات سلسلة ارتفعنا بيها من منزلقة. في الشكل ده. وانعد. واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة ستة سبعة تمانية. يبقى احنا كده العدد معانا مزبوط. هرتفع للسطر اللي بعده المفروض ان احنا السطر دوت كان معانا في كل مجموعة تمانية عمود بلفة. لما هنزود في كل كورنر اتنين في البداية واتنين في النهاية. لكل مجموعة هيبقى معايا في السطر اللي جاي ده التالي هيبقى معايا اتناشر عمود بلفة. معانا تمانية وعليهم اربعة يبقى اتناشر. هرتفع من نفس المكان اللي انا فيه. واحد اتنين تلاتة. ونعتبر ده اول عمود بلفة. وده فوق العمود دوت. هنشتغل في الاعمدة اللي بعد منه. فوق كل عمود بلفة عمود بلفة. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. وصلنا للكورنر. هنعمل اتنين. وبعد الاتنين تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. ونخش نزود اتنين كمان في نفس الكورنر عشان نزوده من المجموعة اللي بعدها. ادي واحد. اتنين. وفوق كل عمود بلفة عمود بلفة. تلاتة. اربعة. ستة. سبعة. تمانية تسعة. عشرة. والاتنين اللي بنزودهم في كل كورنر يبقى وصلنا للاتناشر. احد واشر. اتناشر. وبعد كل اتنين بنزودهم في كل كورنر. بنعمل تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. ونشتغل تاني في نفس الكورنر اتنين عمود بلفة. ادي واحد. اتنين. واحد كزا هكمل سطر بنفس الطريقة. ان انا بمشي فوق كل عمود بلفة. بعمود بلفة. وفي كل كورنر بشتغل اتنين عمود بلفة. وتلات سلاسل واتنين عمود بلفة. بحيس ان الاتنين اللي في الاول بيكونوا بيكملوا المجموعة دي. والاتنين اللي في الاخر بيكونوا بيكملوا المجموعة اللي بعدها. بحيس ان احنا نزود في عدد الغرز زي ما احنا شايفين المفرش قدامنا. ان اول سطر بدأنا باربع عمود بلفة. تاني سطر كان تمانية عمود بلفة. تالت سطر كان اتناشر عمود بلفة. السطر الرابع اللي هو الاخير في الزيادة هيكون ستاشر عمود بلفة. هكمل السطر بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني كده انا وصلت لنهاية السطر زي ما اتفقنا. وكنت بشتغل في كل مجموعة اتناشر عمود بلفة. كان بيبقى موجود عندي تمانية فوق الاعمدة زي ما اشتغلناهم. ومعايا تنين في البداية في الكورنر. ومعايا تنين في النهاية في الكورنر اللي بعده. اكمل السطر. ده اخر عمود بلفة هشتغله. وده المكان اللي ارتفعنا منه زي ما انتم شايفين. هقفل في تالت سلسلة انا ارتفعت بيها. ثم انزلقة. الشكل ده. عايز ارتفع للسطر اللي بعده. في السطر اللي بعده زي ما اتفقنا بتكون عدد العمود بلفة معايا ستاشر بزود في كل دور او في كل بزود اربعة عمود بلفة في كل ما بينهم تلات سلاسل. هرتفع تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. وهكمل هشتغل فوق كل عمود بلفة. عمود بلفة. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وكده وصلنا للكورنر هنشتغل اتنين اللي هي الزيادة ادي واحد. اتنين. بعديهم تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. بعديهم اتنين عمود بلفة تاني. اللي هي الزيادة بتاعة المجموعة اللي بعدها. وهدأ امشي. فوق كل عمود بلفة. بعمود بلفة للمجموعة اللي بعدها. احنا عملنا اتنين في بداية المجموعة دي. كده تلاتة. اربعة. وناخد بالنا يا جماعة ان احنا بنشتغل في كل الفراغات اللي قدامي نفوت شوالة عمود عشان ما بوصل الارقام او العدد. واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة. وناخد بالنا من العدد دايما. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. اتناشر. اتناشر. طلبتاشر. اربعتاشر. وصلنا للكورنر هيبقى فيه اخر اتنين خمسة تاشر. ستة. وزي ما اتفقنا في كل كورنر بنعمل اتنين ما بينهم وبعديهم تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. وبعد كده بعمل اتنين كمان واكمل بقية المجموعة اللي بعدها. هكمل السطر بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وعلى كده في نهاية السطر. هكامل معكم السطر. دي كانت اخر غرزة وهنقفل وانزلقها. في تالت سلسلة. ارتفعنا بيها. بشكل. في المفرش اللي احنا كنا مطبقينه. كنت خلاص في السطر الخامس هبدأ اعمل تناقص عدد العمود بلفة. يعني هنقص اتنين في بداية السطر وهنقص اتنين في نهاية السطر. يعني بعد ما اشتغلنا السطر ده كان معانا ستاشر عمود بلفة في كل مجموعة. انا عايزة اشيل من هم اربعة. هيرجع تاني للعدد اتناشر. يبقى معايا اتناشر عمود بلفة. نشوف ازاي هطبقهم. هرتفع من نفس المكان اللي انا قفلت فيه. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وناعتبرها عمود بلفة. وهشتغل بعد كده عمود بلفة فوق كل عمود بلفة لغاية ما وصل للعمود بلفة القبل اللي هو هنسيب اخر اتنين مش هنشتغلهم يعني هنشتغل في دول. لحيث تكون فكرتنا ان احنا بنسيب اتنين عمود بلفة في اول السطر واتنين عمود بلفة في اخر السطر. بس عشان احنا اشتغلنا من نص الشغل هنشوف هنعمل ايه? زي ما اتفاقنا هنشتغل عمود بلفة فوق كل عمود بلفة. كده فضل لواحد وهسيب اخر اتنين مش هنشتغلهم. كده. اشتغل تدوات الاخير وكده فضل اتنين احنا اتفاقنا ان احنا هنسيبهم مش هنشتغل. علشان اروح للمكان اللي فيه الكورنر اللي بعد كده عايز اوصل للكورنر دوت. هاخد خمس سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهروح مباشرة للكورنر. هشتغل داخل الكورنر او الفراغ دوت. تلات عمود بلفة. تلات سلاسل تلات عمود بلفة. يعني بعد كده هنشتغل في كل فراغ او في كل كورنر من الاركان الاربعة للمربع. هنشتغل تلات عمود بلفة وتلات سلاسل وتلات عمود بلفة. هشتغل تلات عمود بلفة. واحد. اتنين تلاتة. وتلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. وهدخل تاني في نفس الكورنر هعمل تلاتة عمود بلفة. ادي واحد. اتنين. تلاتة. عايزة اروح من الكورنر. ليه? هنسيب اول عمود زي ما انتفقنا وهنسيب تاني عمود عايزة اروح لتالت عمود. يبقى زي ما عملنا في بداية السطر هنا. هشتغل كمان خمسة سلسلة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهروح هفوت. اول عمود بلفة يقابلني. وتاني عمود بلفة يقابلني. هسيبه مش هشتغله هتكل في تالت عمود بلفة يقابلني. واشتغل بعد كده عمود بلفة فوق كل الاعمدة اللي موجودة قدامي بلفة. وهسيب اخر اتنين زي ما سيبنا اول اتنين. هكمل السطر وارجع لكم. اجعت لكم داني. انا لسه مخلصتش في سطر بس احبيت ااكد عليكم الجزئية دي. انا كده خلاص خلصت المغموعة دي. مفروض ان انا اشتغل اتناشر عمود بلفة. كان معي تحت ستاشر. شلنا اتنين في البداية وهشيل اتنين في النهاية. يعني يبقى معي اتناشر. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة. يبقى لسه كمان تضل اتنين عمود بلفة. اتناشر. وهنا تجاهل اخر زي ما قلنا هنا تجاهل اخر اتنين عمود بلفة معنا مش هشتغلهم. هعمل خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهروح للكورنر اللي يقابلني على طول اشتغل فيه تلاتة عمود بلفة. ادي واحد. اتنين. ثلاثة. وبعد كده تلات سلاسل تاني. واحد اتنين ثلاثة. وهدخل في نفس تلاتة عمود بلفة مرة كمان. ادي واحد. اتنين ثلاثة. عايز اروح للمجموعة اللي بعد كده. وطبعا هنتجاهل اول اتنين عمود بلفة فيهم. هعمل خمسة سلسلة. واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة. وهفوت اول عمود بلفة قابلني. وهفوت تاني عمود بلفة قابلني. هدخل في تالت فراغ اللي هو تالت عمود بلفة. وابدأ اشتغل بقية السطر عشان اكمل الاعمدة اللي قدامة. ده اخر عمود بلفة قدامنا. هنعمله. وكالعادة هنقفل بمنزلقة في تالت سلسلة احنا ارتفعنا بيها. بالشكل ده. في السطر دوت كان معنا اتناشر عمود بلفة في كل المجموعة. المفروض ان السطر اللي بعده هنتجاهل اول اتنين ونتجاهل اخر اتنين يبقى معايا تمانية عمود بلفة. هرتفع للسطر اللي بعده تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة وهكمل فوق الاعمدة عمود بلفة. لغاية ما وصل لاخر اتنين مش هشتغلهم. زي ما اتفقنا في كل سطر بنبدأ نعمل تناقص. كده تلاتة هاخد منهم واحدة. بقى اتنين مش هشتغل فيهم خلاص. هعمل خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهروح لتاني او لا يا سوري هروح لتالت سلسلة في الخمس سلاسل دول السلسلة تعتبر اللي في النص بالزبط وهدخل فيها وهعمل غرزة حشو. بالشكل ده. تاني انقرر المعلومة دي بعد ما عملت الخمس سلاسل هروح للفراغ اللي فيه خمس سلاسل من تحت. هدخل في تالت سلسلة اللي هي سلسلة اللي في المنتصب بالزبط. واعمل غرزة حشو. بالشكل ده. عايزة اروح من المكان بتاع السلاسل دوت للفراغ اللي قدامي هعمل تاني خمس سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهروح للكورنر واحنا اتفقنا في كل كورنر بنشتغل في الادوار اللي احنا بنشتغل فيها دي خلاص بعد كده تلاتة عمود بلفة تلاتة سلسلة تلاتة عمود بلف. ادي واحد. اتنين تلاتة عمود بلفة. بعديهم تلاتة سلسلة. وندخل في نفس الكورنر تاني تلاتة عمود بلفة. اتنين تلاتة. عايزين نروح من الكورنر للسلاسل الخمسة اللي تحت دول. هنمشي خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهروح هفوت اول سلسلة وتاني سلسلة. هروح للسلسلة التالتة اللي هيتعتبر في نص الخمسة. وادخل واعمل غرزة حشو. بعد كده هعمل خمسة سلسلة تاني. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهروح للاعمدة بتاعتي. وزي ما اتفقنا بتسيب اول عمود بلفة وتاني عمود بلفة. هدخل في تالت عمود بلفة. وابدأ شغلي للمجموعة اللي زي ما اتفعنا احنا المفروض يكون معانا تمانية عمود بلفة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية خلاص انا وصلت للجزئية اللي مش هشتغلها. خلاص دول اخر عمودين مش هنشتغلهم. عايز اروح لمنتصف السلاسل تاني. خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ونروح لتالت سلسلة في السلاسل الخمسة لتحت. تلاتة هي. هدخل في منتصف السلاسل اللي هي سلسلة رقم تلاتة وهعمل غرزة حشو. وخمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واروح للكورنر اللي قابلني على طول اللي بعده ده. وهنشتغل في تلاتة عمود بلفة تلاتة سلسلة تلاتة عمود بلفة. وبعد كده لما امشي الاتجاه التاني نفس اللي بعمله في الركن اللي العليمين. هعمله في الركن على الشمال في المجموعة اللي بعدها. هكمل السطر بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني. ودي نهاية السطر اللي معايا خلاص. هقفضوا بمنزلقة في تلات سلسلة ارتفعنا بيها. مفروض ان السطر دوت كان عدد الاعمدة قدامنا تمانية. هشيل اتنين من الاول وهشيل اتنين من الاخر. وزي ما احنا شايفين ان المكان اللي هرتفع فيه المراضي جاي بالزبط في نفس المكان اللي انا هبدأ اشيل اول اتنين عمود بلفة معي. يعني هعتبر دوت بداية السطر معي على طول. واحد اتنين تلاتة. ادي اول عمود بلفة معي. واشتغل على بقية الاعمدة. اتنين. تلاتة. اربعة. هما هيكونوا عندي في السطر دوت هيكون عندي بس في كل مجموع اربعة عمود بلفة. مش هبدأ اه اتنقص تاني هنشتغل خلاص بعد كده. السلاسل. احنا كان معانا تمانية هنشيل اتنين في البداية واتنين في النهاية. هيبقى نشيل اربعة. يبقى معانا اربعة. عايزين نروح للمكان السلاسل دول. هنشتغل خمسة سلسلة. بعد كده قلت قعدة معانا لكل مسافة ما بين الفراغات وبعضها بيكون خمسة سلسلة. واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة. وهروح لتالت سلسلة موجودة عندي تحت. ادخل فيها. واعمل غرزة حشب. عايزة اروح للفراغ اللي بعده. هعمل خمسة سلسلة زي ما اتفقنا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. المسافة بين كل فراغ وفراغ خمسة سلسلة. ونروح في تالت سلسلة موجودة عندنا من تحت. ندخل فيها ونعمل غرزة حشب. عايزة اروح للكورنر خلاص. مفروض ان انا رايحة للكورنر. هعمل كمان خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهروح للكورنر واحنا اتفقنا في كورنر بنشتغل تلاتة عمود بلفة تلاتة سلسلة تلاتة عمود بلفة. هكمل السطر بنفس الطريقة وهرجع لكم. كده انا في نهاية السطر. خلاص انا فوق اخر فراغ. مفروض ان اوصل لاول عمود بلفة عندي. هعمل خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واروح لاول عمود بلفة اللي هي تالت تلسلة ارتفعت بيها. واقفل بمنزلقة بالشكل ده. في المفرش الاساسي معنا زي ما انتم شايفين. كنت خلاص اخر سطر اعملت فيه عمود بلفة. كان اخر عدد دينا واربع عمود بلفة وبعد كده نبدأ نعمل ثلاث. خلاص انا مش هرتفع عمود بلفة تاني. بس هرتفع سلسلة واحدة بس. اللي هي ارتفاع غرزة الحشب. وبعد كده هرتفع خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. عملت السلسلة الاولانية عشان هي اللي هقفل بيها في نهاية الصدر. والخمسة دول اللي هي المسافة داي ما اتفقنا ما بين كل فراغ والتاني بيكون خمسة سلسلة. هروح مباشرة همشي فوق الاعمدة دي كلها. واروح لتالت فراغ او تالت سلسلة في الفراغ اللي قدامي. واعمل غرزة حشب. نكمل خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هنروح للفراغ اللي بعضوه في تالت سلسلة. ونعمل غرزة حشب. هروح خمسة سلسلة. واروح للفراغ اللي بعضوه في تالت سلسلة. واعمل غرزة حشب. وهفضل اقرر نفس النظام لغاية ما اوصل للكورنر. هعمل خمسة سلسلة. وهروح اشتغل في الكورنر تلاتة عمود بلفة وتلاتة سلسلة وتلاتة عمود بلفة. هكمل السطر بنفس الطريقة وهرجع لكم. كده انا وصلت لنهاية السطر خلاص انا ما فضل ليس جير فراغين بس همشوا فوقيهم. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واروح لتالت سلسلة من تحت. اعمل فوقيها غرزة حشب. وده اخر فراغ. قبل المكان اللي ارتفعنا به زي ما انتم شايفين. اعمل خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واعمل غرزة الحشب. بالشكل ده. عايزة ابدأ اشتغل في اول فراغ يقابلني عشان اعمل الشرشيد اللي هي في طرف المصر. من نفس المكان اللي انا واقفة فيه. مش هعمل اي ارتفاع. خدأ الف الخيط على الابرة. وادخل جوه الفراغ دوت اعمل خمسة عمود بلف. ادي واحد. قبل ما نعمل الخطوة دي. انا عايزة اقول له معاكم حاجة. مفروض ان نضيم كل الكورنر والكورنر اللي بعده يكون عندي سبع فراغات فوق المربع. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. تاني هنكرر ما بين كل الركن اللي قدامه على طول هيكون عندي فوق الشغل سبع فراغات. هنكمل. وهنشوف دلوقتي ليه? انا عايزة سبع فراغات. وهنعمل فيه. انا في الفراغ دوت وقفة بغرزة الحشو. حدى اروح اشتغل في الفراغ اللي بعد كده هعمل تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. والتلاتة سلسلة دول هقفلهم فاول سلسلة فوق العمود اللي انا شغالة من عنده. اخر عمود انا اشتغلته دوت زي اعملتم شايفين. وعملت بعد من تلاتة خمسة سلسلة. هروح. واحد اتنين تلاتة. اربعة خمسة. هروح لسلسلة اللي فوق العمود اللي انا سبته. اللي هو الاخير اللي اشتغلته. وهدخل فيه. وهعمل منزلقة. بالخمس ثلاثة. زي ما انتو شايفين عشان تدينينا الشكل دوت. بعد كده هالف الخيط. وادخل في نفس الفراغ. اعمل تاني خمس عمود بلف. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. انا دلوقتي شغالة في الفراغ دوت. هقفل بغرزة حشو في الفراغ اللي بعده على طول. يعني بعد ما خلصت خمس عمود بلفة. خمسة سلسلة وقفلتوهم ببنزلقة. في السلسلة لفوق اول عمود انا اشتغلته دوت او اخر عمود سوري انا اشتغلته. وبعد منهم تاني عملت خمسة عمود بلفة. هقفل بغرزة حشو في الفراغ اللي بعده. بالشكل ده. عايزة اروح للفراغ دوت هشتغل فيه تاني هقرر فيه نفس العمالة. بعد ما نشتغل خمسة هنعمل خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واتفقنا الخمسة سلسلة دول بروح لف سلسلة اللي فوق اخر عمود اشتغلته ادخل فيها. والف الخيط واخرج واعمل منزلقة. في الخمس سلاسل اللي اشتغلناهم بشكل ده. عشان يدونا الشكل دوت. واكمل تاني خمسة عمود بلف. ادي واحد. اتنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. واتفقنا ان احنا بعد ما نتخلص الاعمدة اللي بروح للفراغ اللي بعد على طول واقفل بغرزة حشو. دلوقتي اتبقى عندي الكورنر. هنشوف الكورنر هنعمل فيه ايه? طبعا انا هروح مباشرة طبعين من المكان اللي انا قفلت فيه بغرزة الحشو هروح للكورنر على طول اشتغل خمسة عمود بلفة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهعمل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هقفلهم بمنزلقة في السلسلة اللي فوق اخر عمود اشتغلته بالشكل دوت. حيث ان احنا نعمل دايرة فوق الخمسة اعمدة. واكمل تاني اربعة عمود بلفة. ادي واحد. اتنين تلاتة اربعة شكل دوت. احنا فوق كل زاوية من الزاوية عندنا دايرة تاني. يعني انا بعمل خمسة عمود بلفة دايرة اربعة عمود بلفة دايرة خمسة عمود بلفة. هعمل كمان دايرة زي دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واقفلها بمنزلقة فوق اول سلسلة من العمود اللي انا اشتغلت واخر واحد. وهدخل في نفس الكورنر اعمل خمسة عمود بلفة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهقفل في الفراغ اللي بعده. ما بقفلش في نفس الفراغ لأ بقفل في الفراغ اللي بعده بغرزة حشب. بالشكل دوت بنقفل المفرش بتاعنا. لكن احنا لو هنشبك المفرش طبعا هو اول مربع بنعمله. بنعمله كامل زي ما احنا شايفين كده. لكن لما بنيجي نشبك المربعات مع بعضها. هوريكم ده دقتي هنعمل ايه? زي ما انتم شايفين ده المكان اللي احنا قفلنا فيه بغرزة الحشب زي ما احنا شايفين. هجيب المفرش بتاعي اللي احنا اشتغلناه قبل كده. واحط المربع الجديد اللي احنا بنشتغله. هشوف المكان اللي انا هبدأ فيه اشبك المربع. طبعا احنا وقفنا لغاية الحد بتاع السلاسة دوت. ولما هنبدأ نعمل السطر اللي بعده اللي هي الطرف بتاعي المفرش هنبدأ نشبك المفرش. انا دلوقتي واقفة هنا. مفرد ان ده طرف المفرش. ودي اللي هقفل فيها. ودي اللي هعمل فيها المجموعة دي. وبعد كده هقفل هنا. وبعد كده هبدأ اعمل المجموعة دي. يبقى انا هشبك من اول المجموعة دي. هنعمل في اول فراغ ده وتائب النية خمسة عمود بلفة. واحد. اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وبعد كده الخمسة لسه اللي بنعمله هعمل منهم اتنين ادي واحد اتنين وهمسك المفرش بتاعي بالشكل دوت. عند المكان اللي احنا عملناه. الدايرة اللي احنا عملناها دي. هدخل من ظهرها. يعني ده وش الشغل هجيبه طبعا بقى وش الشغل هنا ووش الشغل اللي هي. هدخل من تحت كده بالشكل دوت. بس قبل كده هرفع الخيط من فوق. هدخل في الدايرة اللي عملناها زي ما احنا شايفين. بالشكل ده. هلف الخيط واخرج من الدايرة دي. وهدخل كمان في السلسلة اللي انا عملها. هيبقى كده دي تالت سلسلة انا عملتها. هكمل كمان سلسلتين. ادي واحد اتنين. يبقى كده كاملنا الخمسة. وزي ما كنا بنعمل في نهاية المفرش. هنخش في السلسلة اللي فوق اخر عمود اشتغلته. بالموزلقة واقفل الدايرة اللي انا عملتها. وبعد كده اشتغل تاني في نفس الفراغ خمسة عمود بلافق دي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. وهنروح للفراغ اللي بعد ونقصل بغرزة حشو. هعمل الفراغ اللي بعديه او الشرشيل اللي بعديها هندخل خمسة عمود بلافة دي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. هنعمل سلسلتين من الخمسة. وهروح للمكان اللي اصادي على طول في المفرش. هرفع الخيط فوق. الشكل دوت. وهدخل في الدايرة اللي انا عملتها من تحت كده. هلف الخيط واخرج دي. واعمل منزلقة. واخرج من نفس السلسلة اللي انا فيها. كده نعتبر اعدينا تلات سلاسل. هعمل كمان اتنين. يبقوا الخمسة بتوعي. هروح لسلسلة اللي فوق اخر عمود اشتغلته. واعمل منزلقة واقفل الدايرة بتاعتي. واعمل خمسة عمود دي لفة دي واحد. اتنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. وهقفل بمنزلقة في الفراغ اللي بعده زي ما احنا عايزين. كده ما فضلش معي غير الكورنر بالشكل دوت. هروح للكورنر عن الخمسة عمود دي لفة ادي واحد. اتنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. نعمل سلسلتين. عندي في الكورنر زي ما اتفقنا بس هنا دي مشبوكة قبل كده. عندي دايرتين او زاويتين في الكورنر. هدخل في الزاوية اللي تقدمي على طول. مفروض بان كل الزاوية بتتشبك في مربع من المربعات. الزاوية دلوقتي دي اللي قدامي اهي. هدخل تحتها في الدايرة. هلف الخيط وخرج منها ومن السلسلة اللي معايا. بقوا كده تلات سلسل. هعمل كمان اتنين. يبقوا خمسة. هدخل في السلسلة دي اللي فوق العمود. واعمل منزلقة واقفل الداير. بعد كده هعمل اربعة عمود بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وبعد كده اعمل الدايرة اللي بعدها. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. لو انا ما شبكتش اي وحدات قبل كده والمفروض ان انا هشبك بعد كده حاجة تانية. مفروض ان الدايرة دي اللي هعملها بشبك فيها المربع اللي بيكون في الطرف اللي على الشمال دوي. لكن انا دلوقتي مش هشبك فيه حاجة لان انا هشبك فيه المربع اللي بعدها. هكامل شغلي بنفس الطريقة دي هعمل الخمسة سلسلة. وهقفل بالمنزلقة في سلسلة لفوق اخر عمود. واكمل خمسة عمود بلفة. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. واقفل بغرضة حشب الفراغ اللي بعده على طول. بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده هوق. بالشكل دوت هنكمل تشبيك المفرش كله زي ما شفنا. وعشان نكمل كل مربعات المفرش. ياما نرتبه زي ما اتفقنا بشكل زي ما هو دوت. بنرتب اربعة وبعد كده اتنين وبعد كده اربعة. يدينا الشكل اللي هو السنبوكسة دوت. او بنرتبه بنشبكه مع بعضيه بشكل مربعات ويدينا مفرش صفرة كبيرة. وممكن نعمل وردات ونحطها في منتصف المربع بالشكل دوت. بيبقى شكلها حلو جدا واوراق الشجر. وانا كنت اعمل لكم فيديو قبل كده في الوردة. هتلاقوه عندكم هاضفه لكم في صندوق الوقت. ده المفرش في شكله النهائي. يارب يكون عجبكم. ويارب اكون شرحته لكم بطريقة مبسطة. لو عجبكم الفيديو اعملولي لايك وشير وسبسكرايب عشان نشوف كل حلقات. واستنوني الفيديو جديد مني. موسيقى